العقل الغربي وبالتالي أوروبا الآن ليست مجرد مساندة للكيان الصيوني أوروبا هي منتجة للفكرة الصيونية الفكرة الصيونية نشأت في أوروبا نفسه في عقر دار أوروبا ليه ظروف مش وقتها باش نحكيه فيها وفي سياقات تاريخية مش وقتها باش نحكيه فيها لكن ما يعيشه أو ما نعيشه كلنا اليوم هو يعني شكل جديد من النازية على مجال أوسع الهدف منه هو إنهاء شعب إبادة شعب إبادة قضية وعن طريق عملية تطهير عرقي تساهم فيها دول القبة الحديدية يخي أقتل نشوف أنا على سبيل المثال محمود عباس في رمالة يخي في نهاية الأمر يعني هو أيضا قبة حديدية صغيرة في القبة الحديدية الكبيرة بتاع الكيان الصيوني يعني الخدمة الكبيرة لتخدمت من أجل بناء الأنظمة المطبعة هذه وتطويع إرادة الشعوب في المنطقة أعتقد أن المقاومة أفشلت هذا المسار وأعتقد أنه تخنى منعرج كبير برشا لن تعود الأمر فيه إلى ما كانت عليه قبل سبعة أكتوبر منعرج آخر اليوم بعد سبعة أكتوبر وبعد الأحداث حتينا هنا في البلاتو كل يوم كيف نحذر الدول كساسوية العربية والغربية نبدأ نسأل دولة بدولة شنو موقفها شنو وراي الضيوف متاعي ولا نهار سألت على اليمن ولا نهار قلت شنو ينجم يكون موقف اليمن هل اليمن اليوم تنجم تكون عندها موقف الحقيقة حتى البلاغات والبيانات متاحهم ما كانتش موجودة في الكندكتور متاعنا يوميا أستاذ عدنين منصر واليوم جماعة الحوثي في اليمن تعلن أنها نفذت ثلاثة هجمات بصواريخ باليستية ومسيارات على أهداف إسرائيلية من جانبها جيش الاحتلال من جانبه يعلن تفعيل منظومة السهم حيث الدفاعية للمدى الطويل لأول مرة لصدها وإحنا نتحدث وتو إحنا قدامنا الجزيرة مباشر المتحدث العسكري للكيان المحتل يقول بأنه راه ما حدث من الحوثيين هو في إطار زعزعت التركيز متاعنا فيما يجري في غزة وفلسطين اللاعب ما نعرف شوما تجيش في الحرب لكن اليوم اليمن رقم آخر سينضاف سيكون رقم صعب شو قاعد صاير في اليمن هو في الحقيقة اليمن من نجموش نفهمو لي صاير اليوم في اليمن إذا كان من نفهمو شنو لصار في اليمن في السنوات الأخيرة لصار في اليمن في السنوات الأخيرة أنه تمرد صديزان تقوده جماعة شيعية في اليمن وهذه الجماعة تسيطر على فضاء كبير من اليمن اليوم ودخلت في حرب ضد دول التحالف العربي اللي هو أساسا دول الخريش وستطاعت أن لا تخرج منهزمة من هذه الحرب إلى درجة أن السعودية هي الطالبة بوقف إطلاق النار وبهدنار الآن في وضعية هدنار طيب حتى حد ما يجهل أن هذه الجماعة اللي أصبحت تحتكم على جانب كبير من قدرة اليمن اليوم حتى الرسمية وأصبحت تتحدث باسم الدولة اليمنية والجيش اليمني هذه الجماعة على ارتباط وثيق بإيران وعلى ارتباط وثيق نحكي نحن في وسائل التسلح في التدريب في التعاون السياسي أو التحالف السياسي نحن عنها في العبارة كيفاش فهي جماعة تعتقد أن تحرير الخدس من مهامها ومن واجبها وهو الواجب الأخلاقي الأساسي لأنني سمعت اليوم تصريح النطق الرسمي باسم الجيش اليمني والكلام الذي نطق به هو كلام يعني الناس تشعر أن هذه القضية قضيتها ولا تشعر أن اليمن بعيدة لا تشعر أن اليمن بعيدة صحيح أنه جماعة الحوثي فيها 300 ألف مقاتل لا أستبعد لأن الأمر يتعلق بقوات فيها جزء نظامي وفيها جزء غير نظامي فهو أننا نقول لك إحنا حاجة تشمل جيش الشعبي أو قوات المقاومة الشعبية تفعيل منظومة الصواريخ بعيدة للمدى هذا يؤذل بأنه صراحة تقول هذه العملية الثالثة نصرة لإخواننا المظلومين في فلسطين طبعاً هم يعتقدوا هذه قضية قضيتهم يعتقدوا أنه فلسطين متاحهم أيضاً تفعيل الصواريخ بعيدة المدى هذا يدل على أن الحرب اتسعت الآن الحرب اتسعت الآن الحرب خرجت من حدود فلسطين وخرجت من مكان توسعت في مكان قليل شكو كان يتوقعوا اللي هو اليمن كنا نتوقعوا لبنان أو إيران مباشرة خرجت من اليمن وهذا يدلك على كثرة الورقات اللي في يد المقاوم وصل نحكي أن المقاومة نحكي على خط كامل ما عاش نحكي على غزة فقط نحكي على غزة نحكي على لبنان نحكي على سوريا سوريا نحكي على اليمن سوريا رجيينها من بعد لأنه سوريا ما سمعنا منها شيء أنا أعتقد أنه سوريا مزعجة للإسرائيليين أكثر من جنوب لبنان لأن سوريا من هضبة الجولان تشق إسرائيل في اثنين ونحكيه على سوريا نحكيه على أطروت كاملة جاية من إيران أطروت عبارة هكذا نقول فيها يعني طريق كبير واسع جاية من إيران متعدية على العراق على سوريا دونك الإيرانيين عندهم في تماث مباشرة مع هضبة الجولان حيث القوات الإسرائيلية دونك على الكيان الصهيوني دونك على مصالح الكيان الصهيوني وذلك عليش نسمعه مرة مرتين أنه طائرات صهيونية قصفت مطار حلب قصفت كذا قصفت كذا لأنه تتوقع أنه تم يعني إمدادات داخلها مننا عن طريق سوريا توسع الصراع أصبح شبه أكيد وهذا في الحقيقة هو التوسع هم الأمريكان والأوروبيين هم هم اللي بدأوه توسع هم اللي بدأوه نتحدث أنا أو نلقى أنا أنه نقلت طائرات حاملات طائرات أو قوات كبيرة أمريكية ودعم غربي بالذخيرة وكل شيء الغرب أراد من هذه الحرب أن تتوسع وأعتقد أنه سينال ما ما أراده التوسع بديت أمريكيا وأوروبا تقول أنت لكن اليوم ونحن نتحدث حسب الخبراء العسكريين حتى الأمريكان ومن الكيان المحتل اللي يقولوا راهوا فعليا العملية البرية بغزة بدأت ولكن بخطوات ثقيلة وبطئة لكن فما اجتيح بار هذا الشي يقوله الجانب من الكيان المحتل كيف نتحدث معاك أستاذ عن المنصر على التوسع اليوم نهار الجمعة الناتق الرسمي باسم حزب الله سيتكلم نصر الله الحوثيون جماعة الحوثي تكلمت اليوم في سوريا تقول أنت راهوا ما نعرفوش نوي نجم يصير نحكيه كذلك على التهديدات الإيرانية اللي الحدة متاحها قاعدة تزيد نهار بعد نهار بش ترجع لي زيدا شوي نحب قراءة في تصريحات أردوغان وقتلي نشوفه تصريحات أردوغان اللي اليوم باته واضحا بأنه يقول أنا رو معاه أنه حميس مهش إرهبية واللي صير راه قتل وترويح خطاب قوي أي كنتا ملي خارطة هكا شو معنا هتوسع شو نستني ومنش كون شو عنا في نهاية الأمر عنا صراع في فلسطين بين أهل البلد كم يقولوا إحنا مليل أرض معناه وبين مستوطنين جاءوا من أفاق العالم الكل بدعوة أن هذه الأرض امتلكها أجادهم قبل آلاف سنين وعنا مشروع صهيوني نشأ في الغرب وترعرع في الغرب والغرب هو اللي يعطاه في ظروف معينة إمكانيات أنه يتحول إلى دولة وأن يتحول إلى دولة تمثل قلعة متقدمة لأوروبا والغرب إجمالا داخل العالم الإسلامي وداخل الوطن العربي تشوف أنت موقع فلسطين الآن تجد أنها بالضبط فلوس بين الشرق والغرب بين الشرق العربي والمغرب العربي يعني حتى رمزيا حتى على مستوى الخريطة المسلم واضحة جدا أنه ثم قصة فلوسط قصة فلوسط لهذا الوطن العربي طيب إيران لهجتها تتصاعد ولكن ما ننساوش الهجمات اللي صايرة من اليمن والمناوشات اللي تحتد يوم بعد يوم في جنوب لبنان إيران ليست بعيدة على ذلك لأنه ليش كنتش نجعلك على جماعة الحوثي على خطة اليوم كيف نتحدثه على حزب الله واضح من وراء حزب الله وجماعة الحوثي اليوم نفس طرف إيران طبعا طبعا ما معروف هذه هذه يا جماعة دعمتها إيران مش معناها مرتزقة وعملاء لا ناس مقتنعة باللي تعمل فيه وتعتقد أنه قضية فلسطين قضيتها أو مش يخدموا بالجورناتة عند إيران لا لا معروف العمر يتعلق بيه اللي هنا خلينا نفسره بشي قوله حربا بالوكالة معناها كيف نحكيه اليوم ما ليش يقولوا حرب بالوكالة لكن ما فهمش عليش أنا وقل هنا فسرنا أستاذ عدن المنصر مسيرش كيف يقولوا إسرائيل تحارب بالوكالة عن الغرب تتفاق وعليش كيف نحكيه ويقوله أمريكا اليوم هي الحديقة الخلفية لإسرائيل في اللي صاير ولا العكس بالعكس وكل واحد في شراع وهذا هذا توصيف صحيح عليش مبعد كيف نحكيه من الجانب الآخر يقولوا ليه ما تجدوش إيران كيف تقولوا رايح حرب بالوكالة وقاعدين تثبتوا من عزائم المقاومة الفلسطينية لأنهم اخترقوا حتى لغتنا واخترقوا المصطلحات وأصبح هما المصطلحات والتصاور والفيديوهات ونفسر نتنفسوهم شوف ثم حاجة أهمة برش نخب إجمالا العربية وكل شيء منذ 30 أو 40 سنة تستنكف من الحديث عن الصراع الفلسطيني الصهيوني وكأنه صراع ثقافي أو صراع ديني أيها على أساس أنه هذا مشروع استعماري كأي مشروع استعماري وهذا مشروع قضية إنسانية كأي قضية التحرر وأن الحديث على حرب دينية أو حرب ثقافية هو من قبيل التطرف ومن قبيل التخلف والنخب العربية هذه شربت لكلام هذه في حين أنك تشوف أنت نخب وطل يمشي أنت وزير خارجية أمريكي إلى الكيان الصهيوني ويقول أنا جاءت لم أأتي فقط كوزير خارجية وإنما جاءت كيهودي يعني النخب الغربية نخب تعتقد أنه حرب دينية وأنه حرب ثقافية وأعتقد أنه جعل الحرب دينية وجعل الحرب ثقافية يعطي يعني كما نقوله أحنا دفع يعطي دفع كبير أحنا دفع ترجمة نانسي قنقر